في مكاسب ولا لا؟ اهو السؤال ما المكاسب بتوقع من اتفاق بين مصر والصندوق؟ هل هو يعني بتعمل اتفاق وخلاص؟ لا قد المكاسب هي او جزء منها دعم النمو الاقتصادي لسه بنتكلم عليه مزيد فرص العمل اللي انت دايما تشتغل في اي حاجة النهاردة بتكلم على فرص عمل ازاي توفر كل سنة مليون فرصة عمل مسندة الاسلسمرات الخاصة والاجنبية والتصدير بالسناد الى قاعدة مالية منضبطة سياسات مالية والنقدية متكاملة تعقيق انضباط مالي تخفيض مستمر في الديون الخارجية انه هو طبعا هنا زي ما قلت من شواء كنت بتكلم على مسألة الديون وازاي نتعامل مع الديون في بيتم في المبادلة في اعفاءات وحصل قبل كده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ومش معنا كمان حصل مع دول اخرى في ربما في امريكا اللاتينية كمان وحصل اعفاء وحصل لكن في امريكا اللاتينية في بعض دول تخلفت عن سداد عن سداد ديون احنا ما عصلش احنا ما فيش مرة تخلفنا وان شاء الله ما فيش مرة هنتخلف ابدا عن سداد ديوننا وحنا دولة ملتزمة تماما وفي التوقيتات المحددة بنشتغل على هذا الامر وزي ما بقول كده انه عندك الشهادة السقة النهاردة دولة عندك اقتصاد قوي وعندك اقتصاد قوي وعندك كمان سروات موجودة عندك عندك سروات وربنا بيكرمك بسروات تانية وهيكرمك بسروات تانية وتالتة وربعة جاية في الطريق غير الغاز الغاز سروات ما شاء الله ولسه وزير بترول مهندس سرق الملة من كم يوم بيتكلم على كشف كبير وجديد وهيتم الاعلان عنه قريب وعندك حاجات جديدة وسيت رئيس اصدر قرارا قبل عدة ايام قبل السفر الى الولايات المتحدة الامريكية خاص بترسيم حدودنا الغربية مع ليبيا وبناخد سرواتنا وبنحافظ عليها وبنأمنها وحقوقنا وسرواتنا ومش هنسيبها لحد ومش هنسيبها مطمع لاخرين ومش هنسكت ونفضل مستنين حاطين ايدينا على خدنا عشان في دولة عندها مشاكل سياسية وإحنا السنة ما بنستنى إحنا بندور على مصالحنا الرئيس يبحث عن مصالح بلده رئيس يبحث عن سروات أهله دور عليها كل حتة ورسم وفقا للقانون الدولي إحنا دولة إحنا موقعين من عام 83 على خاص به اتفاقيت له المتحدة خاصة به البحار وعملنا الحدود خلاص ورسمناها رسمنا قبل كده مع قبرص ومع اليونان ودلوقتي رسمنا والحمد لله وحطينا الإحداثيات بتاعتنا على حدودنا الغربية مع ليبيا وطلع قرار جمهوري واضح كاشف لا لابس فيه اللي يعجبوا يعجبوا اللي ما يعجبوش ما يعجبوش ما يعنيناش يعني إن احنا عملنا إحداثياتنا الحقيقية والدقيقة ومصر لا تعتدي على آخرين ولا بتاخد سروات حد إحنا بلد شريفة بلد إيه؟ شريفة ناخدش سروات حد ناخد حاجتنا بس 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 إحنا حاجتنا مش هتفضل سايبينها عشان الناس يتصلحوا مع بعض دي فيه شعب فيه بلد فيه مئة مليون بلد فيه مئة مليون لها سروات عندها سروات موجودة في البحر مش هتسيب عشان هنا لسه خناء مع بعض آه مين يفضل والحكومة الفلانية وانا مالي الحكومة يصطلع إن شاء الله وربنا يكرم وليبيا تعود دولة مستقرة آمينة مستقرة إن شاء الله الحمد لله ولكن زي ما بقول كده إحنا الدولة قدت قرار جمهوري صدر القرار بيترسيم حدودنا الغربية مع ليبيا الشقيقة فبقول لحضراتكم خير كتير إن شاء الله جاء خير جاي بإذن الله وتبقى مطلق